زيارة المقابر والترحم على الأموات عادة لم يخلف الصلطيون لها معاداً خاصة بالأعياد حتى أصبحت مكان التقاء بين أحبة وأصدقاء فقدوهم هذه العادات تتوارثوها الناس في مدينة الصلط عن الآباء والأجداد اللي هي وجودهم نهار العيد صباح العيد بيجوا بزوروا موتاهم وبوزعوا المياه والحلو والقهوة الكثير من هؤلاء الزائرين لقبور موتاهم من يفضل استحاب أبنائه لغرس هذه العادة والترحم والدعاء لمن رحلوا بالإضافة لتقديم القهوة والحلويات ووضع الزهور والزرع على القبور الناس كثير من قرائبك أو معارفك أو قلائب عمك ما بنشوفهم إلا بها المناسبة فبنقعد شوية هيك شايف حال القبور بنقرى الفاتحة هيك العادة أول ما نصل شايف وبعدين بنقعد مع بعضنا بصير نسورة بصير نتذكر أيام زمان بصير نتذكر المرحمين اللي توفق ونطلب لهم الرحمة شايف والغفران وتبقى زيارة المقابر وذكر محاسن الموتى عادة دأب عليها سكان مدينة الصلط لإحياء ذكر الراحلين والترحم عليهم وتذكير الأجيال بعادات الأجداد ترجمة نانسي قنقر